أيها المشاهدون الأعزاء أسعد الله إيامكم في رحاب عيد الغدير السعيد عيد البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في ذلك اليوم المشهود وبعد أن عاد حجاج بيت الله الحرام ليوقفهم رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم في الثامن عشر من ذي الحجة الحرام ليتلو عليهم أمر السماء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أخذ يد علي عليه السلام ورفعها حتى بان بياض ابطيهما إنما كان هذا بأمر من رب العالمين ليبلغ ذلك الأمر الرباني حيث قال فيما تواتر عند المسلمين من كنت مولاه فهذا علي مولاه ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أيها الأحبة ما الذي نصب في هذا اليوم هل هو شخص علي عليه السلام بما أنه صهر ومن عم رسول الله صلى الله عليه وآله كلا بل هي تلك الصفات التي كان يحملها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هي التي أهلته لأن يكون خليفة بحق لرسول الله صلى الله عليه وآله وقائدا بصدق لتلك السفينة حتى تصل إلى شاطئ الأمان في الدنيا وفي الآخرة وقد جاء في بعض الروايات كما عن مولانا الصادق عليه السلام إنما بلغ علي عليه السلام ما بلغ عند رسول الله بصدق الحديث وأداء الأمانة ما أحوجنا في أيام الغدير السعيد وإذا أردنا أن نحيي هذا اليوم كما يجب ليس فقط أن نصومه شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة نعمة الولاية لهذا الإنسان العظيم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولا لإطعام الطعام في هذا اليوم على حبه سلام الله عليه كل ذلك محبوب ومرغوب ولكن الإحياء الأكبر هو بأن نؤمن بإمامته وولايته وأن نسعى للسير على خطه ونهجه عليه السلام حيث كان سلام الله عليه رمزا للحق بأن نمشي على طريق الحق كيف لا وهو مع الحق والحق معه يدور حيث ما دار أن نكون للظالم خصم وللمظلوم عونا حتى لو كان الظالم من أقربائك في قاموس علي عليه السلام أن تقف ضده هكذا نتعلم من مدرسة أمير المؤمنين ومن غديره سلام الله تعالى عليه أن نحي يوم الغدير أن نكون من أهل الصدق كما جاء عنه عليه السلام الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك أن تجتنب الكذب بكل أشكاله وقد جاء عنه سلام الله عليه أنه قال لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجدة في يوم الغدير نحيي عيد الغدير بأن نرتبط بعلاقتنا مع الله تبارك وتعالى كما تعلمنا من مدرسة علي عليه السلام وعبادته وهو الذي قضى حياته كلها ما بين بيت الله حيث الولادة إلى بيت الله ومسجد الكوفة حيث الضرب على الرأس الشريف والشهادة وما بين الولادة والشهادة كانت حياة علي عليه السلام كلها لله تبارك وتعالى ومن أجل خدمة عباد الله ورفع الأذى عنهم ودفع الظلم عنهم هكذا نتعلم من يوم الغدير وتنصيب علي عليه السلام في هذا اليوم إماما بالحق ناصرا للعدل وللمظلومين ثبتنا الله وإياكم على ولايته رزقنا جميعا زيارته وشفاعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته